السلام عليكم ازايكم من امبارح لنهاردة في اخبار كتيرة جدا واخبار خطيرة ايه اللي حصل من حماس وخلاها تطلق القصرة امبارح ام وبنتها ناتالي وجادف والحقيقة محدش كان فاهم ليه حماس اقدمت عالخطوة دي نفس الوقت الجيش الاسرائيل نهاردة افرج عن اهدافه داخل طعجز لأول مرة الجيش اسرائيل يفرج عن اهدافه وفقا نصحيف اسمها يدعوت احرانوت صهيونية مش بس كده في وفد امريكي رايح للسعودية فيما يخص حماس برضو مش بس كده في ضغوط امريكية على اسرائيل حاليا خلف الاباب مغلقة عشان ينفذوا خطة قوية جدا بس احنقول لك الكلام ده كله اكشف لك تفاصيله لازم اقول لك القصة من اول استجابة لجهود قطرية اطلقنا صراحة محتجزتين امريكيتين ام وابنتها لدواعي انسانية ولنثبت للشعب الامريكي والعالم ان اتعاءات الرئيس جو بايدن وادارته الفاشية هي اتعاءات كذبة لا اساس لها من الصحة قبل اكوز في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معانا راعي كوي جدا محترم جدا وهو change me حقيقة change me هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز change me وان الناس كلها اللي راحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عاوز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز change me اعوز اقولك ان هو عنده افضل الديكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك change me هو مكان الصح سيب لحبارك اللي رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابد تابع معهم نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضراتك واول مرة هتسمعه فيما يخص فتح معبر رفح والحرب اللي هتقوم بيها اسرائيل على قطاع جز هنبتدي الاول من فتح معبر رفح ساعات الماضية حماس او حركة حماس افراجت عن اتنين ناتالي اللي هي البنت الصغير وجودف اللي هي امها والاتنين اسمهم ناتالي وجودف رانعان عفكرة رانعان ده ساكن في امريكا ومبارح طبعا الصحف الامريكية كلها ومراسلين اتلموا حوالين بيته وعملوله صدافة وزي ما حلاج شايف كده في الصورة الراجل واقف وبيودلي بتصريحات وقال لهم ناتالي وجودف كويسين والحقيقة ان جودف اللي هي امها يعني عندها بس الجرحة بسيط في ايديها انا تعليق على مضوع ده كله يهمني يعني الناتالي جامد اوي ده اول حاجة والست بعد الخطف وده يوريك ان حماس ما اختصبتش الاسرة ما بهدلتش الاسرة ولا اي حاجة وى الحقيقة ان الامريكي مركز على حط دي ان الاسرة مبهدلوش ده حاجة تاني حاجة لازم حالك تعرف ان ناتلي وجادف حيخضعوا لتحقيقات قاسية جدا من الاسرائيليين عشان يعرفوا ما كانوا فين بيسمعوا اصوات ايه شافوا وجوه ايه الكلام ده كله يعني اوعى تفتكر ان ناتلي وجادف حيطلوه على امريكا تاخدوا كده كان اسرائيليين يحققوا مع حماس بالزبط يعودوا يسألوهم كل حاجة فالموضوع ده مهم جدا طيب تاني حاجة هي ليه حماس افراجت عن ناتلي وجادف الحقيقة ده كانت ضغوط قطرية ماشا ان كطر حبت تلعب دور وسيط وضغطت على حماس بحيث انها تفرج عن الاتنين دول بس خليب يا لك من حاجة مهمة جدا ان بعد ما تم الافراج عن ناتلي وجادف اللي انا متهيق لي هم مش هيفرقوا مع حماس في حاجة يعني دول رهنتين من امريكا حصل بعديهم احتاس كتير قوي اولا انتري بلينكين لسه طالع من دقائق طلع قال يجب على حركة حماس انها تفرج عن الرهائن فورا كلهم دلوقتي جدون شروط تفرج عنهم دلوقتي كلهم كلهم حال فده شرط كان جريب جدا تاني حاجة في سؤال سألوا احد الصحفيين لجو بايدن بيقوله هل تعتقد ان الرهائن حيخرجه طب هل تعتقد ان الصح ان اسرائيل تأجل عملياتها لحد ما الرهائن كلهم يخرجه لانه واضح كده ان هم على قيد الحياة يعني السناتلي وجادف طلعوا سلام فواضح كده ان الباقي زي الفل فالصحفي بيسأل جو بايدن ايه رأيك قال له اه هو ده اللي طلع من رئيس الامريكي قال له اه فطبعا اول ما رئيس الامريكا قال اه عاوز اقولك الاعلام الصحيوني او معتش يعني بص الاعلام الصحيوني يقولك ازاي رئيس الامريكا يطلب مننا نأجل عمليات لحد افراج عن الرهائن ازاي وازاي وازاي وهجوم غير طبيعي ما قده ان البيت لابية تطلع اه بيان ويقولك على فكرة الرئيس الامريكي اه ما سمعش سؤال كويس يعني هو مش قصده ان اسرائيل تأجل الهجوم لحد ما يتم افراج عن الاصر اسرائيل تعمل اللي هي عزيزة اسرائيل اللي هي شايفة صح امريكا شايفة صح ماشي فده حاجة بس الكلام ده او بيان بتاع البيت لابية ما مامشيش مع بلومبرج بلومبرج رأت ان في ضغوط من رئيس امريكا ومن الدول الاوروبية كلهم عشان اسرائيل تأجل عملية بلرية باي شكل عشان في رهائن ورهائن سلام وحييه وعلى قايد الحياة لو اسرائيل دخلت بعملية بلرية ممكن رهائن دول يتم قتلهم او قصفهم عن طريق الخطأ او اي حاجة فده اللي بتقوله بلومبرج تاني حاجة احرارك لازم تعرف ان معبر رفح اتفتح النهاردة وابتدت تدخل المساعدات لأول مرة بس حيه انا عندي بس تعليق شغير قبل ما بيتم فتح معبر رفح لازم حلاك تعرف ان مصر دخلت وصلحت المعبر او صلحت الارضية والطريق ناحية فلسطين بس ده حاجة تاني حاجة السفارة الامريكية علقت على المشهد عند معبر رفح قبل ما يتم فتحه النهاردة قلت لك ان في مشاهد فوضوية عالجانبين من الجانب الفلسطيني والجانب المصري في مشاهد فوضوية حاجة التانية لازم حلاك تعرف ان مفيش ولا اجنبي خرج من معبر رفح معين الاعلام الامريكي بيتكلم ان حيتم خروج اجانب بس حد ما انا بكلم حضرتك ما حصلش اي حاجة ممكن يكون حصل بعد ما انا اصور بس انا بقول حلاك حد دلوقتي ما خرجش من الادارة مصرية انها هتسمح الاجانب يخرجوا بره معبر رفح فدي حاجة لازم تعرف تاني حاجة السفارة الامريكية في اسرائيل طلعت قالت انها متعرفش معبر رفح هيظل مفتوح لحد امتى قالت انها معندهش معلومه خاص الموضوع كله راجع الاسرائيل هتقفل المعبر امتى وتفتحها امتى نقطة اللي بعد كده لازم حلاك تعرف ان الجيش الاسرائيلي قال الافراج عن الراهنتين دول مش هيفرق في العملية العسكرية في حاجة هنكمل يعني هنكمل هنكش غزة يعني هنكش غزة حلو الحقيقة ان في كم نقطة كده حضرتك لازم تعرفهم اول نقطة ان الجيش الاسرائيلي بيتأخر قوي في العملية العسكرية بتاعته يعني الموضوع اتأخر جدا وكل ما اسرائيل بتتأخر الضغوط الدولية بتزيد عالجيش الاسرائيلي ولازم حالات بتاعهم ان العملية حتم حتم يعني الموضوع ما فيهوش كلام بس عملية حتم حتم طيب هل في مؤشرات ان عملية اقتربت اه في مؤشرات كوية جدا اسرائيل نهارده دعت جميع رعايها بمغادرة مصر والاردن فورا مش بس كده دعت جميع رعايها ان هم يتجنبوا السفر للشرق الاوسط يعني طلعوا اوروبا طلعوا امريكا بلاش الشرق الاوسط اي دولة في الشرق الاوسط تجنبوها بس هي التحذير الرسمي لمستوى الرابع كان في مصر والمغرب والاردن دلور مغادرة مصر والمغرب والاردن وعدم السفر اليهم الباقي ده تحذير من النوع الثاني او الثالث فبلاش تسافره طيب ده يوريك ان خلاص العملية اقتربت جدا لان اسرائيل بتجلي رعاياه ده اولا خايف عليهم من مظاهرات تحصل وخايف عليهم من رد فعل شعبي بعد ما اسرائيل كانت اجلت الجالية بتاعتها من السفرات في مصر ومغرب وبالمناسبة يعني اسرائيل برضو بتحذر رعاياها من عدم السفر لتركيا ويا ريت تتجنبوا تركيا برضا فدي نقطة هامة للغاية الموضوع قرب طيب سؤال ايه اهداف اسرائيل في حربها على غزة وحيخش ازاي الجيش سهيوني مبارح انا عرضت حراك خريطة نازلة في نيويورك تايمز بيقولك اماكن القصف واضح جدا ان اسرائيل هتخش من البحر وحتخش من الشمال بس هيخش ازاي قالك والله بص اهم نقطة عندهم هو ودي غزة ده اللي في الشمال النقطة اللي شايف حراكك عندها قصف شديد جدا اللي في الشمال دي هي دي اللي اسرائيل هتخش تحتلها بشكل كبير ايش معنى النقطة دي بالذات قالك عشان حاجتين اولا اسرائيل متيقنة ان سواريخ حماس موجودة في ودي غزة لان دي اقرب نقطة للمستلطنات السهيونية وسواريخ حماس مش بعيدة بمدى فاسرائيل متيقنة ان مصانع السواريخ ومخازن السواريخ بتاعت حماس موجودة في الحتة دي فياجب انها تخشها بريا وتقضي على كل المخازن والمصانع اللي جواها لتحت الارض في الانفاق وتدمر كل الانفاق وشبكة الانفاق الموجودة في الحيطة دي ده حاجة تاني حاجة حضرائك لازم تعرف ان اسرائيل وهي بتخش من شمال قطاع غزة هتقصف جنوب قطاع غزة بشكل هستيري وفقا لمعلومات استخباراتية حددوها بالفعل وده اللي بتقوله صحيفة يدعوت احرنوت حددوها بالفعل وهيخش ويقصفوها عشان يمنعوا المناورة اللوجستية بتاعت حماس يعني حركة حماس ما تعرفش تروح الجنوب ولا تطلع عالشمال ولو في دعم جاي من انفاق مثلا لو في انفاق يعني ما يعرفش الدعم ده يكمل عالشمال لأ هم هيقصفو نقاط محددة بحيث يمنعوا المناورة اللوجستية لحركة حماس حاجة تانية ان اسرائيل قالت انها مش هتظل في غزة كتير او ده هدف الجيش الصهيوني اللي اعلنت عنه يدعوت احرنوت مش هيحتلوا غزة ومش هيعودوا فيها كتير هيخلصوا العملية يمشوا فده حاجة مهمة جدا حاجة التالتة قال لك الله هنحافظ على المصالح الامريكية وحنحافظ على مصالح دول الجوار وامن دول الجوار واصده هنا ان الدول اللي اسرائيل عندها معادة سلام معاها وهو اصده مصر لان اقطاع غزة على حدود مصر فالرجل يعني ما قالش مصر بمعنى الحرفي هو قال لك ايه قال لك محافظة على امن ومصالح دول الجوار اللي اسرائيل عندها معاها معادة سلام طيب فدي حاجة اول مرة جيش اسرائيلي يعلنها. ماشي كده? هتيجي تقول لي طب ما الناس زي الفلية. ايه تاني طيب? انت عوزين ايه من اسرائيل ايه? الناس زي الفل ما فهمش اي حاجة اهو. وبيقولك هنحافظ على دول الجوار والكلام ده كله. بص. في حاجة لازم تعرفها. دي حرب. ودي مش عملاية عسكرية. في فرق كبير بين عملاية عسكرية وحرب. اسرائيل ما بتتكلمش على عملاية عسكرية هتقوم بيها في غزة. اسرائيل بتتكلم على حرب. والحرب ما فيهش حسابات. طب ليه المرة دي حرب مش عملاية عسكرية? لان اسرائيل بتدفع بكل جيشها. الجيش كله هيخش داخل قطاع غزة. 360 الف جندي موجودين على حدود قطاع غزة. هيخشوا بهم كلهم. فما ينفعش ان اسرائيل تقولك انا هحافظ على مصالح امريكا. هحافظ على مصالح دول الجوار. كلام اعلاني. يا سيدي انا ممكن اقولك ان اسرائيل دي دولة محبة للسلام. بس كل افعالها بالدول. انا دولة مجرمة. يعني اسرائيل طول الساعات الماضية. 13 يوم عملت هجر في اهالي غزة ناحية الجنوب تجاه الحدود المصرية. هتيجي تقولي بتعمل لصالح المصالح المصرية? ايه كلام. فيه هدف هو الاهم بالنسبة لي. في اللي اعلنه الجيش الاسرائيلي. الجيش الاسرائيلي قال في ظل ان هو بيقوم بالعملية العسكرية دي داخل قطاع غزة. هيشتبك على الحدود الشمالية. اشتباك بنوعه ايه? قالك اشتباك بالطفيف. يعني هيبتدي يشتبك مع حزب الله لان هو متوقع انه لما الجيش الاسرائيلي يخش غزة حزب الله هيشتبك معاه. فالجيش الاسرائيلي بيقولك احنا مستعدين من ضمن اهدافنا العسكرية احنا نشتبك مع حزب الله. مع عدم تطور الاشتباك ده لحرب. هو مش حاوزين حرب. طيب ليه الهدف ده مهم? الهدف ده مهم لان برضو بلومبرج بتقولك على فكرة الادارة الامريكية بتضغط على اسرائيل لعدم شن حرب مع حزب الله. وانا كنت اتكلمت عن موضوع ده قبل كده. بس المرة دي مختلفة. ليه? بيقولوا وبيصروا ان نتانياهو ما يديش اوامر بضربة جوية عنيفة لمصالح حزب الله. او ما يقتلش عدد ضخم من جنود حزب الله. او ان هو ما يستهدفش حزب الله بطريقة تستفز الحزب ان هو يشن حرب على اسرائيل. الاخر كده نتانياهو او على حسب الجرائد الغربية يعني ان نتانياهو كان في بداية عملية توفان الاقصى كان شايف ان هو يجب ان هو يرد على حزب الله كمان. ويقوم بعملية لتأمين الحدود الشمالية. بس حقيقة ان امريكا ضغطت على الانتانياهو وقعت له ما تقومش باي عملية تجاه حزب الله بسبب وحيد. امريكا بتقول لاسرائيل لو انت اشتبكت مع حزب الله انا هشتبكت مع ايران. يعني الحرب بين اسرائيل وحزب الله هتقلب حرب بين امريكا وايران. او ده اللي بتقوله الادارة امريكية لاسرائيل. ده مش تحليل على فكرة. ومجلس الحرب الاسرائيلي ومنهم وزير الدفاع. كانوا يرغبون في شن هجمات مفاجأة سريعة ضد حزب الله. باعتبارها حرب استباقية يضمنون فيها عدم قدرة حزب الله على تهديد شمال اسرائيل. الجانب الامريكي على حسب هذه التقارير. هو الذي ضغط على الاسرائيليين وعلى حكومة نتانياهو. حتى لا يشنوا هذه الحرب الاستباقية. لانه هذا سيجر الى توسيع الحرب وربما دخول ايران وهو ما لا تريده واشنطن. بالمناسبة طلع باحث عسكري. في جريدة اسمها ان دي تي في. او موقع. بيقول لهم ايه? بيسألوه. بيقولوله انت ايه رأيك? تفتكر ايران هتشتبك مع اسرائيل بشكل مباشر? قال لهم اه. قال لهم الحرب دي بالذات هي اقرب فرصة لايران انها تشتبك مع اسرائيل بشكل مباشر. هتخش في الحرب هتخش في الحرب. ايران مش بتهرج. تاني حاجة الراجل بيقول مؤشرات ان اسرائيل استنفذت كل الوسائل لايصال معلومات انها هتشارك بشكل مباشر لاسرائيل. يعني ايران بعتت كل الرسائل الممكنة انها هتشارك بشكل مباشر. وكان اخطر الرسائل دي هو قيام الحوثيين بقصف اسرائيل. حتة دي انا عندي لها تعليق. خلي بالك ان الامريكان قال لك احنا اعترضنا ثلاث سواريخ الحوثيين اطلقوهم تجاه اسرائيل. صح? اعترضتهم سفينة اسمها يو اس اس كارني. والحقيقة ان السفينة دي لسه معدية قناة سويس. هي مشيت من منطقتها راحت لبحر المتوسط. طالع عن بحر العمل راحت لبحر المتوسط. بس توقع ان فيه سفينة تانية واقفة بتحمي حدود اسرائيل. ده حاجة. بس تم الكشف ان العملية بتاعت اضراض السواريخ اللي راحة لاسرائيل واللي اطلقها الحوثيين دي عملية معقدة جدا. ليه? لان تم الكشف ان الحوثيين ما اطلقوش ثلاث سواريخ اطلقو اربعة. وما اطلقوش مسيارة اطلقو 15 مسيارة. فده كان هجوم ضخم جدا على جنوب اسرائيل. هل السواريخ دي كان ممكن تقع على الاردن? كان ممكن. هل السواريخ دي كان ممكن تقع على مصر? كان ممكن. بس كان واضح جدا ان الحوثيين كانوا مستهدفين اسرائيل. السواريخ اللي تم اطلاقها هي سواريخ ايرانية. ايرانية الصنع. بس تم اطلاقها من قبل الحوثيين فدي حاجة هامة جدا حضرتك لازم تعرفها طيب حاجة تانية لازم حالك تعرف ان النهاردة في مؤتمر ضخم تدعو لي مصر هو مؤتمر دولي فيما يخص غزة اللافت للنظر هو الاستجابة الدولية السريعة يعني مصر لما قالت احنا عزيزين نظم مؤتمر تقريبا معظم قاطر الشرق الاوسط جايين يعني مثلا لازم حالك تعرف ان امير قطر جاي شيخ محمد بن زايد جاي رئيس الامارات ملك الاردن جاي رئيس الفلسطيني حيحضر بس قاطر وبعد كده في دول حيحضروا عن طريق الوفود يعني وزراء خارجية وكام دا كله المؤتمر دا حيتم في ظل وجود انتوني جوتارش امين عامل ام المتحدة حيكون موجود ويحضر المؤتمر دا اهمية المؤتمر ان هو بيحصل بعد فشل مجلس الامن ان هو ياخد قرار تجاه اسرائيل وان هو ياخد قرار ان هو يوقف الحرب في اسرائيل هل تتوقع ان المؤتمر حينجح بص هو مؤتمر حيوصل رسالة لا اكتر ولا اقل ان العرب كلهم واقفين مع مصر ومع موقف عدم تهجير الفلسطينيين لسينة ومصر عاوزة توصل رسالة مش عاوزة انها تغير في مصاري الحرب او تمنع عملية عسكرية لانها عارفة ان الموضوع دا مش هيحصل وانا كشفت لحضر لك رأيي بوليتيكوم بياه راح يتقولك ان المؤتمر دا قدامة فوش امريكا ولا اسرائيل ولا ايران اللي هم التلات اطراف اللي بيشتبكه بشكل مباشر في الموضوع دا كله يبقى المؤتمر دا مش هيجاهر في مصاري الحرب بس المؤتمر حيوصل رسالة ان القضية متشافة دولية ومصر حتوصل رسالة ان الحرب الدبلوماسية الاسرائيل بتشنها عليها انها تحاول تلبس مصر في موضوع غزة او انها تخلي مصر تاخد مسئولية القطاع زي ما قال وزير الدفاع السهيوني مباري حقالك احنا هندخل غزة ونقطع الارتباط او نفك الارتباط ومناش دعوا بغزة دي حد تاني يجي اخدها فمصر بتعمل المؤتمر دا عشان تطلع القضية دوليا عشان الموضوع يبقى ظاهر دوليا قصاد كل النقس فانا بقول حرارة كمؤتمر اللي حيعقد في العاصمة الادرية دا لازم تعرف ان دا مؤتمر حيوصل رسالة لا اكتر ولا أقل وحتبقى رسالة مهمة في الحرب الدبلوماسية انها ما توقفش ان هو حيجير في اي حاجة دا حاجة مهمة جدا عندي خبر تاني خبر مهم جدا ان امريكا هتبعت مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة بتاعها للسعودية وقطر اسمه براين نيلسون براين نيلسون حييجي عشان يشوف مع السعودية والسلطات القطرية ازاي يوقفوا عملية تهريب الاموال لحماس المهم في الموضوع دا امريكا كشفت عن المعلومات قبل عملية توفان الاقصى ان حماس تتلقى تمويلات من دول خارجية مش عن طريق الحكومات لا افراد عايشين داخل الدول دي تاني حاجة الادارة امريكية ابتدت تعرف ان حماس بتجيب فلوس عن طريق البيتكاين وبتجيب فلوس عن طريق العملات المشفرة برضو الموضوع دا طالع من الخليج فراين نيلسون حييجي يقعد مع مسؤولين سعوديين والكاترين ازاي يوقفوا اي نوع من الانواع دا في حصول حماس على اموال مش بس كده حيجي يناقش معهم موضوع الاموال الزاهبة الايران هو حيناقش الموضوع دا مش مع السعوديين حتة الاموال الزاهبة الايران دي او الاموال الايرانية حيناقشها مع الجانب الكاتري بس الزيارة دي في منتهى القوة ان خاني بارد دي زيارة جاية في ظل ان امريكا لسه عندها حلم بالتطبيع السعودي السهيوني دا حاجة تاني حاجة لازم تعرف ان الرئيس الامريكي قالك اصبحت المسألة اكثر الحاحل ان يكون فيه تطبيع السعودي السهيوني عن الاول عشان نمنع اي حرب من الحروب دي تحصل فخد بالك متطورات دي Side how jud oikeاس and emiratis and other Arab nations understand that their security & stability is enhanced if there's normalization, related with israel and so i think that there's it still alive it's going to take time look that's good take time to get done it's going to take time but the direction of moving into the the normalization makes sense for the arab nations as well خبرين مهمين جدا انا مبارح جيت قلت حضرتك ان حاكمة نيويورك رحت عند حقق المكة وقعدت تبكي وتدعي لإسرائيل وتصلي لإسرائيل صح؟ قلت حضرتك ان حاكمة كاليفورنيا حتيجي هيا كمان وبالفعل حاكم كاليفورنيا وصل اللي هو جافن نوسم وعدت تسلم على الصهاينة ونوع من أنواع التضامن تاني حاجة في نائب في الكونغرس سابق اسمه جاستن أماش جاستن أماش ده نائب كان في الكونغرس ومشي النائب ده فلسطيني طلع قال إن قريبا كلهم تقريبا ماتوا في فلسطين في غزة فده برضو يصلح الدوق حاجة تانية حلاك لازم تعرف إن فيه خمسة وخمسين ممثل بعده خطاب للرئيس الأمريكي طلبوه بالتدخل لوقف الحرب في فلسطين على الفور الخبر اللي بعد كده إن حلاك لازم تعرف إن أنتوني بلينكين وزير الخرجاء الأمريكي طلع ووقف قصاد التمرد اللي في وزارة الخرجاء الأمريكية لأن اللي بتعمله أمريكا يا جماعة يعني غير طبيعي مش معهود على سياسات أمريكا والخطوط الفواصلة في أمريكا اللي بتعمله أمريكا دلوقتي حتى الأمريكيان نفسه مش بسادي يقون ففي تمرد داخل وزارة الخرجاء الأمريكية وتقريبا كده بيدعو لوقفة احتجاجية والدنيا قيمة بشكل كبير جدا إن أمريكا دلوقتي مهتمية جدا بإسرائيل زيادة عن لزوم بعكس حول إنسان والقيم الأمريكية وكلام ده كله فانتوني بلينكين اللي أول مرة بيصرح على التمرد اللي بيحصل داخل وزارة الخرجاء الأمريكية اللي هو بيبقى لافت حاليا إن يحصل تمرد في وزارة خرجية في ظل أمريكا بتحارب أو إن رئيس أمريكي بيطلع يتكلم من أوفل أوفس أو مكتب البيت لابيض يقول إن أمريكا بتحارب وبتدعم إسرائيل وأوكرانيا حاجة أخيرة حنهي بيها خبر أخير خبر ده هو إيه؟ مبارح الرئيس أمريكي طلب مساعدات من الكونغرس تقدر بقى ده 105 مليار دولار 105 مليار دولار ستين مليار دولار لأوكرانيا ستين مليار دولار قالك الله ده مساعدات سنوية يعني هو هيقعد على ستين مليار دولار طول السنة ومش هيطلب من الكونغرس حاجة تاني لأوكرانيا طوال السنة القادمة تاني حاجة هو عاوز 14 مليار ونص لإسرائيل بسيئة أنا أنا بتقولك هو ليه الرئيس أمريكي طلب 14 مليار ونص لإسرائيل في ظل إن إسرائيل لسه بيتم مهاجمتها وهي عندها الهجوم الأحدث وطلب 60 مليار لأوكرانيا قالك لصحب بسيط جدا إن الجيش الإسرائيلي ما تدمرش إنما جيش أوكرانيا ما تدمر الجيش أوكرانيا لو ما راحتوش مساعدات حينته تاني حاجة إسرائيل مش بتواجه عدو أساسي أو مش بتواجه روسيا إسرائيل بتواجه حماس قدرة حماس مش زي قدرة روسيا فعشان كده هو الراجل طلب 14.5 مليار دولار مش 40 زي ما كان متوقعا طيب بقي فلوس راحت فين؟ قالك والله هو طلب كمان 14 مليار دولار من الحدود عشان يعاوز يبني حائط فوق الأرض وتحت الأرض يواجه عملية الهجرة غير شرعية من الحدود الأمريكية تاني حاجة هو هيبعت مساعدات تقدر ب7 مليار دولار لتايوان لأول مرة زائد مساعدات إنسانية تانية فهما دول المساعدات اللي هيبعتها رئيس أمريكا للخارج وده اللي طلبه بشكل عاجل طيب لو خدت بالك من المساعدات دي هتلاقي نقطة ياجب الوقوف أمامها وهي إيه؟ وهي يا باشا إن أمريكا شايفة إن الصراع في إسرائيل حينتهي على الفور لأنها بتطلب 14.5 مليار دولار فقط تاني حاجة هي شايفة إن الصراع في إسرائيل مش هتوسع لحرب إكليمية هتشوف من المساعدات اللي أمريكا بيقول لك كل حاجة تالت حاجة أمريكا بتضمن إن الحربة دي مش هتروح مع إيران حربة في إسرائيل دي مش هتروح مع إيران فالطلب بتاع المساعدات بيبين لك كل حاجة بلكن يا رب أكون شاعة الحرارة الموضوع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام موسيقى 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 يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا أمين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين